دعم العلاقات الإنسانية والعمل على حل المشكلات والأزمات التي تعصف بالتركيا في ظل النظام الحالي المنفرد بالسلطة من بينها المأساة التي يعيشها المعتقلون داخل السجون مناشدات أطلقها رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دامرتاش من داخل سجنه في ولاية أدرنة دامرتاش وفي لقاء مع صحيفة ميدياسكوب التركية من داخل معتقله في ولاية أدرنة طالب السياسيين في تركيا بالتعاضض والتكاتف فيما بينهم من أجل حل المشكلات والأزمات العالقة التي تواجه البلاد محذرا إياهم من الاستقطاب وعدم التعاون رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق الذي يواجه أحكاما بالسجن المؤبد تحت ذريعة صلته بجهة إرهابية ناشد السياسيين الأتراك لدعم العلاقات الإنسانية فيما بينهم مشددا أن الشعب والتاريخ لن يغفر لأولئك الذين لا يفعلون ولا يقدرون على فعل ذلك في إشارة إلى رئيس نظام التركي رجب أردوغان المنفرد بالسلطة والقرار السياسي وانتقد دامرتاش رفض سلطات نظام التركي له بلقاء عائلته مؤكدا على أن هناك مأساة إنسانية في كل السجون منها العزلة والتعذيب الذي يصل إلى الموت إضافة إلى المشكلات الصحية لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد وحصده أرواح الآلاف في المعتقلات وخارجه كما ودعت زوجة صلاح الدين دامرتاش باشاك رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبيرتو سبانو الذي يقوم بزيارة إلى تركيا حاليا عبر تغريدة على تويتر إلى زيارة المناطق ذات الغالبية الكردية جنوبي البلاد والاستماع إلى أصواتهم وقالت باشاك دامرتاش في تغريدة لها على تويتر إن روبيرتو سبانو الذي التقى بالرئيس التركي ومسؤولين حكوميين فشل في سماع موقف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتعرض للتضييق ومصادرة حقوقه الانتخابية اشتركوا في القناة